مع قودة الأرنبيط أو الشفلور أكل جديدة بالأرنبيط هتغير فكرتك عن الأرنبيط تماما طعمها حلو جدا وسهلة جدا والأطفال هيحبوها قوي معنا أرنبيط الأرنبيط ده مسلوق بس مسلوق جامد شوية عن الأرنبيط العادي اللي بنقليه هنهرس الأرنبيط كده بهراسة البطاطس أو بشوكة وهنضيف عليه معلقة صغيرة من الكمون وكمان معلقة صغيرة من التوم البودر ومعلقة صغيرة من البصل البودر ونص معلقة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من الملح وهنضيف عليه حوالي أربع معلق كبار من الجبنة المتزرلة والجبنة المتزرلة دي اختياري وممكن كمان تضيفه بدلها جبنة فيتا وكمان هنضيف عليه شوية بقدونس بتقطعين صغير حوالي ربع حزمة ونقلب الأرنبيط في المكونات دي نقلبه كويس جدا لازم المكونات دي تختلط مع بعض كويس قوي بعد كده هنضيف الدي كمية الأرنبيط دي أخدت معي أنا معلقتين كبار دي ممكن تاخد معاكو انتو أكتر لأن الكمية الدي بتعتمد عن الأرنبيط دا إذا كان شرب ميا يعني فيه ميا زيادة أو لا مجرد ما تلاقوا العجينة لمت كده خلاص بعد كده هنجيب بقصمات ناعم وناخد كده معلقة من الأرنبيط نحطها فوق البقصمات بالشكل دا ونحط فوقها كده شوية من البقصمات ونشكلها على شكل أقراس يعني هي بتتشكل وهي جوه البقصمات بالشكل دا وكده التشكيل بيكون أسهل من إننا نشكلها لوحدها بعد كده نحطها في البقصمات وممكن كمان نشكلها ونغمسها في البيض بعد كده نحطها في البقصمات بعد كده نرسها في طبق وندخلها الفريزر لمدة نص ساعة عشان تتماسك بعد كده نحمرها في زيت سخن يعني بنسخن الزيت بعد كده بنقلل الحرارة للنص بعد كده ننزل المعقودة أو الأرنبيط في الزيت يتحمر وما نقلبش معقودة الأرنبيط أبدا إلا ما تتحمر من الجهة اللي تحت عشان هي بتبقى حساسة جدا وطرية قوي وممكن تتهري مننا بعد ما تاخد اللون ده من تحت نقلبها عشان تتحمر من الجهة اللي تحت ونخرجها من الزيت إما يكون لونها بني فاتح أو دهبي بالشكل ده بعد ما تتحمر نطلعها على ورق مطبخ أو في مصفى عشان تصفى من الزيت الزيادة بعد كده نرسها في طبق التقديم ومعقودة الأرنبيط ممكن تتاكل سخنة وممكن تتاكل بردة طعمها حلو جدا تغير فكرتك عن الأرنبيط تماما أتمنى معقودة الأرنبيط تعجبكم متجربوها وبالهنى والشفاء مقدما ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة ترجمة نانسي قنقر